اشتركوا في القناة اصبحت اشتركوا في القناة ونحن لتظاهيم السلام عليكم والفعل وكيف يفعل اكتشفكم انهم يمتلون بحكم شكرا ونظروا الشخص اهتموا المشاكل يمكنهم ان اطلبون الكامل لحقا ستكون عندي واحد راحة ومرتاح يعني أنا مراتي في الضار وهذه ولكن ما نكدب شعلي كان كل الناس اللي عندهم فكرة ديال أن مراتي اللي تتخدم مشي مشكل كذلك أنا احتل بس ما عندهم مشي مشكل أن تدخل فيها بزاف الحريات ولكن يبقى كل واحد ورأي ديالو الصراحة وحنا كتماء كمغاربة وكشمالين بالضبط كنا صراحة شوية محافظين شوية من هذه النحية وعاد يعني كتجينا في شكل أن مرات تخرج تخدم ولا شي حالة بحالة إداية حيث تشكت جبر احنا في الشامل بالضبط عن نات قضية ديال النفس وديال المعزة وديال أننا بنادم خصو يكون بنفسه ومعزة سوية يعني أول يجيب الطرفة الخبز ندرمشي المراتي من القضية ما كنا عرفوا بحالة إداية ولذلك صراحة يعني كتماء كنا نحاولوا أننا نحافظوا حتى احنا لذلك فكرة حاليا حناية فهذا بالنسبة للأسعار المرتفعة في السوق رخص الأسرة كاملة تخدم الطفل الذي يخلق السوداء هو يخدم ليس مرات موضافة فقط الرجل يكون موضافة والمرات موضافة والأب موضافة وكل شيء يكون موضافة يجب القتل يومي ديال هذا لا نقاش عليه كيف ترى الأسعار في السوق؟ كيف ترى الأسعار في السوق؟ مرتفعة مرتفعة لذا قد يخدم السوراء وكما ترى الأسعار لا ترى أسعار لا ترى أسعار والأب موضاف نحاول يجب السوراء وكما ترى الأسعار مرتفعة في السوق الأسعار يأخذ السوراء أسرى كاملة تكون تدامة من الرادع إلى الشيخ من الرادع إلى الشيخ كل شيء سيكون خدام ليس غير مع المرأة الموظفة هذا هو العوين هذا الزمن الزمن خصوص الإعانة والمرأة الموظفة ليس يعيب تكون خدامة هي تكون شريفة نحن حاليا عندما نعيش في واحد في واحد اليوم في واحد تاريخ لأن الرجل يشهر مرته في الروتيني يومي لكي يأخذ القتل يومي تشهروا القتل حرام وتحاربوا القتل حلال لماذا يا رامو الضفة؟ فعيب والسادة راكينا موظفة تتعلمنا الأبناء دينا مو مريدة رامو الضفة جميع القطاعات فيهم نساء الموظفة وحتي حارب موظفة يقولك لا نجوش موظفة رامو الضفة ستسوق الطيارة رامو الضفة ستسوق البوينغ رأيدي يليه أن المرأة نعم ما خاصة شخص مرأة ما كان لها هو الضفة والزوجة يتكلفها بما صعب ديالها وتكلف يتكلف احتياجة ديالها لكوش أي حاجة خاصة سأخذي بالها وما لا خرجت تخدم ماشي خرجت تخدم كموظفة ولا في معامل ولا في أي بلازة تخدمات لا قاش مرأة من إنفو تنخرج وها تخدم كيتخلوها الفلوس كتخلوها مأسي ديالك فلوس يا قد تديرها في الماكياج في العبكة في اللباس في التعذي وكتسد كتفزموش الشامعة في مرضى أنا ضد بأن مرأة تخدم تاني حاجة غاد نقول لك أخي واحد كينف في القرآن ديالنا وقارنا في بيوتكم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية ولكن الوقت الدابة صعبت يعني أنا ما عنديش مشكي لتزوج بوحدة موظفة مكيش مشكي خاصة تكون راقية في عقلة ومكيش لمشكي ترجمة نانسي قنقر